موجز السادسة مساء من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وذلك بعد جولة تفقدية لمنطقة توشكا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حوارا مفتوحا استمع خلاله الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاول رئيسية في مقدمتها التدعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وانعكاستها على زيادة الأسعار واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التدعيات فضلا عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار كما تطرق الحوار إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي فضلا عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بيتوشكا وخلال الافتتاح ببدء موسم حصاد القمح افتتح الرئيس عبر الفيديو كونفرنس عددا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع وخلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية لأراضي مشروع تشكا واستمع الرئيس أيضا خلال الجولة إلى شرح من أحد القائمين على المشروع عن أنواع المحاصيل المختلفة كما تفقد الرئيس الصوب الزراعية المختلفة للمشروع ومحاصيل القمح والسمسم ومزارع النقيل وغيرها بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى قدسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المجيد وخلال البرقية أكد رئيس مجلس النواب أن عيد القيام يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصري الأمة في سبيكة واحدة تذر مدى نقاء شعب مصر وأحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه انتهى موجز السادسة من التلفزيون المصري شكرا لكم